بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضركم الباسكوت الباسكوت النايس كلنا بنحبه جدا غالي جدا غاليكو تعملوه بسهر قليل جدا وبسيط قوي ده الباسكوت النايس بالسكر اللي عليه كده وعلى الوش ان شاء الله بازن الله هيعجبكو جدا طريته مش هتصدقه بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص القرمشة اللي فيه وسهولة عميله مع الطعم لما تاكلوه مع القرمشة حاجة تحفة جدا تعالوا لما يدلو كده بالجرام وبالكوباية 100 جرام سكر بضرة وربع كيلو دي 180 جرام زبدة لينة المية وتمانين جرام تقريبا هيعملو في حدود كوباية لربع وكوباية لربع سكر بضرة لانه بيوزن شوية وكوبايتين دي كله مع بعض ولا حاجة غير ممكن فانيليا ولا بيكين بودر ولا لبن ولا بيد ولا اي حاجة هنبدأ دلوقتي نشغل العجان عجان دجانو هكلمكو عليه في الاخر خالص الف ومتين واط سرعته تحفة جدا ده بيجي من السعودية هبقى سيبلكو اللينك والاسم رجل من السعيد يعني محترم جدا وهسيب لكو الاسم و لينك الصفحة بتاعته وتقريبا هو ارخص حد بيبيعو دلوقتي يعني بيبيع دوت ب2900 جنيه جا من السعودية في العالم ان الناس كتير بيتبيعو ممكن بتلاتة و تلاتة ومتين و تلاتة و تلاتة و تلاتة و تلتمية لكن هو ب2900 جربت وخدت معي القناة واشتغلت بيه هتلاقوني عمل حلقات كتير بيه تحفة ملوش حل يعني قريب جدا لكنه بودر. باخد العجين احطها بين كسين وابتدي ان انا فردها واتأكد عن طريق سكينة او اسبتول زي كده دي موجودة في اي حتة موجودة عند استاذ ياسر زير 12843732 موجود كزا شكل منها بنقطع الباسكوتا كده ونبدأ ان احنا نحطها في الصاج ياريد تحتيه سيليكون او ورق زبدة ونرفع كده الباسكوتا بتاعتنا ونبدأ ان احنا نحطها في الصاج لما اخلص شافينا المنظر كده بالراحة كده وببضر الباسكوتا في البلاستيكة دي في في الدقيق وابتدي ان انا اقطع عشان بس ما تلزقش او حاجة زي كده بتطلع للباسكوتا بالعلامة شكل موضوعه كله مش ياخد وقت احسن تحسيبه ان هو بنفرد بالكيس على طوله الليم العجينة شوية سكر خرس كده على الوش من غير ابيض بيض ولا مياه ولا اي حاجة الفرن يكون شغال 160 عشان ياخد ارمشة المصانع دخل قعد في الفرن تقريبا في حدود 25 دي اطلع بالشكل دوت ولما نيجي انكسره هللاقيه مورق من جوه ولاقيه بالشكل المميز دوت باسكوت نايس يا جماعة من الباسكوتات الغالية جدا في نفس الوقت شغله بزبدة فرنش شغله بزبدة جنة اي نوع من انواع الزبدة مش لازم ان يوزلندي هتبصوا تعملوا حاجة مميزة وحاجة جميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت ان شاء الله بازن الله وصفة مميزة لايك وشير من حضراتكم هنيجي على حاجة مهمة جدا العجان العجان 1200 واط غول غول والله العظيم والله العظيم كمان مرة والله العظيم كمان مرة شاهد علي يا رب انا عامل الاعلان دوت من غير فلوس انا مش واخد فيه فلوس ولا اي حاجة الرجل ده رجل صعيدي محترم قاعد في السعودية وبيسعى مع شغله بينزله من هناك لما لاتوا بنزله ب2900 جنيه لغاية المستهلك هنا بعد ارتفاع الاسعار وكده السهر ده انا ملقتوش خلص اللي بيقول لي 3200 و3300 هنا في مصر انا لقيتوا ان السهر بتاعه ممتاز جد ويا رب هو الرجل ده ما يتغيرش هسيبلكو رقمو ولينك القناة يا عجان جانو خدوه على مسئوليتي لو حصل فيه اي حاجة انا ملزم من العجانات الممتازة وليه دومان هنا في مصر بيبعتولك من السعودية في خلال اسبوع من العجانات المميزة جدا التلت اسلحة زي كين ووت بالزبط عجان مميز مش مبالغ فيه شايفين اللمبة بالطبع انا عندي حاجس فوق لديه بس انا ما حططوش عشان اختصر الفيديو ده كده للكيك وللكريمة انا طالب من حضراتكم بس لايك وشير للفيديو واندعم الحج الرجل السعيد الاصيل شكرا لكم سلام عليكم